اشتركوا في القناة ونفسها اعلنت افلاسها اليوم اصبح برياكس يعني اكبر عملية احتيال في تاريخ التنقيب واشهرها في العالم واحصيت بلايين من الخسارة بين الشركات الصغيرة التي كانت تصغي لما تقوله لها مؤسساتها المالية وتركت نفسها تنجر وراء الشركات الكبرى التي ظنت هي الاخرى انها ستحظى ببعض الاربح لا شك ان لدينا هنا موضوعا للتحقيق اطلقت فضيحة برياكس العديد من المقالات الصحفية منذ السابع من ايار عام سبعة وتسعين حين انهارت شركة برياكس والمجموعة التنقيبية تابعة لها في بوسانغ في اندونيسيا تماما تتابع شركة التنقيب برياكس انهيارها اليوم اليوم شطبت من سجل تي اس اي ثلاثمائة والغت موريال والبيرتا المعاملات حتى اشعار اخر وقدمت لجنة الاسهم في انتاريو شكوى ضد برياكس وتدرس الشرطة الملكية الكندية امكانية فتح تحقيق في احتيال ممكن هناك عشرون مليون سهم من برياكس نقلت ملكيتها وكان هناك ثمانية وخمسون مليون منها واستقر السعر على تسعة سنتات للسهم بدأت قصتنا بلقاء بين ثلاثة رجال سنبدأ بالحديث عن ديفيد وولش المسوق يصفه لنا دوجلس جولد كاتب قصة خداع برياكس ديفيد وولش شخص مميز اظنه بائع اسهم حريف لكنه لم يلاقي نجاحا كبيرا في حياته بدأ في مصرف في موريال ونشأ في ويستمونت اعلن افلاسه عام 1990 لكنه كان بائعا جيدا وانتقل للعيش في كالجوري دايان فرانسيس كاتب صحفية في ناشونال بوست وصاحبة كتاب برياكس القصة الحقيقية كان تعرف وولش جيدا كان ديفيد وولش في موريال وكان بائع اسهم مهلهل التقيت به في مؤتمر المنقبين في موريال وكان هناك بقع سباكيتي على قميصه وكان شكله مذريا ووسخا كان شكله باشعا جدا كان له معدة منتفخة ووجهه احمر لعله من افراطه بالكحول وكان يحتسيها في مكان يدعى القرون الثلاثة في كالجوري وكانت ربطة عنقه دائما مفكوكة وقميصه مفتوحا والتقيت به مرة واحدة وهو يخطب بألوف الناس في مؤتمر في وسط موريال وكان شكله لا يوحي بأي ثقة ولا اظن ان احدا قد يجروا على الاستثمار معه او في شركة يمثلها التقى ديفيد وولش رجلا اسمه جون فيلدرهوف كانت سمعته مثل وولش تسبقه كان بدون اي املاك والتقى بفلدرهوف في بداية الثمانينيات في استراليا ثم عاد والتقى به في اندونيسيا في بداية التسعينيات كان فيلدرهوف سكيرا معروفا وكان قد هاجر من المانيا الى نوفا سكوتيا مع عائلته وكان قد عمل في الشرق الاقصى لسنوات عديدة وكان تاريخه غريب كانت جون فيلدرهوف مغامرا كان وجهه كبيرا وحاجبه سميكان وكانت شخصيته قوية ومؤثرة عندما تلطق به وجها لوجه التقيت به على العشاء في فندق شانغريلا في اخر ايام شباط كانت له افكار غريبة عن التنقيب والجيولوجيا وكان من النوع المعروف برجل النهر فقد كان يسير بجسده الكبير في الغابات وكان ايضا يحب ان يبالغ كان اسم فيلدرهوف مقترنا باكتشاف منجم ذهب كبير في السابق ولهذا السبب كان له سمعة حسنة في مجال التنقيب ومن هذا المنطلق التقى ديفيد وولش وجون فيلدرهوف في مشروع مهم وجديد كلاهما لم يحقق حلمه في الحياة لذلك قرران محاولة للحصول على طلب تنقيب وحصلان عليه في بوسانغ عام تسعة وثمانين ديفيد وولش كان مالكا لشركة اسمها بريسية للموارد اسس شركة تابعة لها برياكس للمعادن وسجلها في سوق اسهم البرتا وكانت حضود وولش وفلدرهوف الذين يكمل احدهما الاخر كبير في النجاح هذه المرة كان ديفيد وولش والبائع الذي يؤمن المال ويعمل في سوق الاسهم ويدير الشركة اما جون فلدرهوف فكان هو الخبير الجيولوجي وكان يرسل خبراء في مهمات البحث ولإكمال الثلاثي استخدم جون فلدرهوف الجيولوجي مايكل ديغوزمن للذهاب والتنقيب في بوسانغ في اندونيسيا مايكل ديغوزمن جيولوجي فليبيني والمعروف عنه انه كان يشكو من شعور بالنقص ومن جراء ذلك كان تصرفه متحديا بعض الشيء وكان شعوره بالنقص ناتجا عن كونه كان قد نشأ كرياضي ولعب كرة السلة الا انه اصيب اثناء اللعب واصبح يعرج منذ ذلك الوقت عمل الثلاثي كفريق كل منهم في مجاله وولش عمل في مكتبه في كالغوري وفلدرهوف وديغوزمن عمل في الموقع في بوسانغ في اندونيسيا لكن ماذا عن هذا الموقع التنقيبي الشهير بوسانغ هل كان هناك اي امل في ايجاد ما كان يعيد به بوسانغ كان محطة انظار الجميع لكن اظن ان الاحتيال في هذا المجال كان ممكنا لانه يقع في مكان يمكن ان يوجد فيه الذهب جيولوجيا هل كان صحيحا انه كان محطة انظار الناس اظن ان البحث فيه يجري منذ مئة السنين هل وجد فيه الذهب اظن انه وجد الذهب بكمية قليلة هل من غير المعقول ان يكون هناك الكثير من الذهب قطعا في البداية قدر فيلدرهوف منجم بوسانغ بمليوني انصة من الذهب اي انه يجب ان يتم اداع سبعين مليون دولار قرر وولش ان يشتري المنجم وعندها بدأت حكاية بريكس حين بدأت هذه القضية لم يكن وولش يملك سنتا واحدا كان يجب ان يحصل على هذه المبالغ التقى روبر لافلام رئيس مجلس الادارة في شركة انبيست برو التقينا في نهاية 1989 بداية عام 1990 في فندق الملكة اليزابيت وبعد السلام سألني اذا كان يستطيع الحضور في الصباح التالي الى مكاتبنا لعرض مشروعه في هدف بيع الاسهم لي شخصيا او جعل احد ممثلين يجد مشترين له كانت شركة بريكس جديدة ومشروعها هو مشروع تنقيب عن الذهب في بوسانغ في اندونيسيا وكان ديفيد وولش يحاول تسويق الاسهم لجعل المستثمرين يهتمون ويشترون سجل وولش الشركة في سوق الاسهم في البرتا المعروف بالعديد من اسهم القروش فيه جوليان بيليفو الخبير في الاسهم يخبرنا عن اسهم القروش اسهم القروش يدل على استعمال السنتات بدلا من الدولارات في تقييم السهم اذا كان سهمك يساوي خمسين سنتا فانه يعرف في الشارع بسهم القروش واذا كان يساوي ثلاثة دولارات فهو سهم عادي وما يميز الاثنين هو ان سهم القروش يكون سريع تبخر ساعطيك مثلا اذا كان لديك سهم يساوي خمسة سنتات وارتفع السوق الى عشرة تكون قد ضعفت استثمارك اما اذا حصل العكس تكون قد خسرت نصف ما لديك لذلك نسميها سريعة لان تحركها سريع مع السوق بدأت برياكس تعاملها بسعر خمسين سنتا للسهم الواحد في بورصة البرتا لكن كانت الفرصة سريعة جدا حين اعلن ان المخزون الذي ستتعامل به سيكون ثلاثة ملايين انصى من الذهب في المركز الاصلي في الحادي وثلاثين من كانون الاول عام اربعة وتسعين اقفلت الاسهم بسعر دولارين فاصل خمسة وثمانين ولم يكن فرانسواري فيران المعلق الاقتصادي في ليزافير مندهشا جدا من الممكن الحصول على نتائجك هذه وليس هناك سبب للشك بها حاولت شركة تتعامل بالتنقيب باريك للذهب ان تقيم شراكة مع برياكس لكن ديفيد وولش رفض هذه الشراكة وهذا قرار مدهش من قبل شركة اصغر حجما لكن هذا القرار اعطى المساهمين سببا وجيها للامان بوجود منجم الذهب المهم في بوسانج فعرض باريك جولد اعطى العملية كلها مصداقية كبيرة جدا يجب ان نقول انه عندما صدرت النتائج الاولية المفترضة من بوسانج كان الوضع جاهزا في ذهن الشركات الكبيرة والمستثمرين الصغار من اجل تقبل هذا العمل الذي لا يصدق لنأخذ مثل هينلو في شمال انتاريو كانت قد اكتشفت ومشطت وبحثت من قبل الجميع ومن اخيه ايضا ثم اتى الى هذا السوق من ذانكوفر ووجد فيه اكتشافا لا يصدق ثم هناك في لابرادر يوجد فويزي بي وهو اكبر منجم للنيكل الذي اكتشف بالصدفة من قبل اشخاص ليست لهم خبرة في الموضوع اذا حين بدأت النتائج تصل من اندونيسيا اثارت اهتمام العديد من الاشخاص في حزيران عام 95 اعلنت بريكس انها استخدمت شركة المقاولات الهندسية لافالان لدراسة النماذج المستخرجة من المنجم الا ان بريكس قدمت النماذج بنفسها ولم تذهب لافالان الى اندونيسيا لسحب العينات على الاطلاق وفي سياق الصيف قامت شركة الاستثمار ليفيك بوبيان جيفريون برسم صورة رائعة لبريكس واسهمها ثم اطلق الوسيط المالي نيسبيت بيرنز على بريكس لقب شركة تنقيب عالمية وحين استقال سيد بول كافانو من باريك جولد للانتساب الى بريكس زاد ذلك من حسنات الوضع للشركة كان السيد كافانو رجل اعمال محترما جدا في عالم الذهب وكان مركزه مرموقا في شركة باريك وفجأة جاءت معلومات انه ترك باريك وانضم الى بريكس التي كانت في ذلك الوقت شركة صغيرة ومتواضعة كانت مصداقية السيد كافانو غير قابلة للشك كان السيد كافانو ذا مصداقية وساعد ذلك في فتح باب تورونتو لهم وسمح بمقابلة المؤسسات المالية التي ستقوم بجمع الرأسمال الكافي بالملايين لتستطيع بريكس البدء بالتنقيب في موقعها في اندونيسيا وصول السيد كافانو من باريك فتح ابواب شركات الاستثمار ثم شركات استثمار اكبر في تورونتو ثم وصل المحلل المشهور ثم المحللون الاكثر شهرة ثم شركات الهندسة الكبرى التي ستقوم بادارة الاعمال لبريكس وكل هذا ساعد في رفع سعر الاسهم اكثر فاكثر في الخامس والاشرين من كانون الاول عام خمسة وتسعين اقفل سعر سهم بريكس بقيمة ثلاثة وخمسين دولارا في برصة البرتا وفرح المستثمرون اكثر حين رأوا النتائج في الصحف ايجيتسيو بيانكيني المحلل المالي في شركة نيسبيت بيرنز يضلي بتصريح بعد زيارته الموقع في بوسانك وقد ظهر هذا التصريح في جريدة جلوبل ميل في الرابع والعشرين من شباط عام ستة وتسعين اعرف حقا انه هناك المزيد من الذهب رأيته بنفسي الان بدأنا نصل الى نتيجة منتصف تموز اثنى عشر دولارا نهاية تشرين الاول ثلاثون دولارا نهاية تشرين الثاني خمسون دولارا السنة التالية مئة دولارا واذار مئة وستون دولارا ثم في الخامس عشر من نيسان استقبلت بورصة تورونتو العظيمة بريكس بالترحب حين تكون مسجلا في بورصة صغيرة مثل البرتا او فانكوفر في ذلك الوقت ثم تصل الى بورصة كبيرة مثل تورونتو او موريال فهذا يبدل الوضع تماما فهذه الاسواق كانت معروفة بنظامها وقوتها وتسجيل اسهم بريكس في بورصة تورونتو كان قد اعطى الشركة حالة من المصداقية والاحترام والقيمة الفعلية تابعت الاسهم ارتفاعها حتى وصلت الى سعر مئتين وستة وثمانين دولارا وفي الثاني والعشرين من ايار عام الف وتسعمائة وستة وتسعين جرى توزيع الاسهم وضم المحاسب باسكال لوبيان صخوف المساهمين الصغار قسموا الاسهم بعشرة بدلا من سهم بقيمة مئتين وثمانية وعشرين دولارا كان المساهم يستلم عشرة اسهم بقيمة اثنين وعشرين دولارا فاصل ثمانين للسهم الواحد وبذلك اصبح من الاسهل بيع وشراء الاسهم في البورصة كان لوبيان يكسب عيشه من التعامل في البورصة وذلك من قبوي منزله لم يكن لدي وسيط مالي يعطيني المعلومات بل كنت احصل عليها مثل الجميع من عدة مصادر مثل بورصة موريال او تورونتو لكنني لم اتعامل مع شركات وساطة مالية مثل نسبت بيرنز او ليفيك بوبيان وكنت اشتري اسهمي من وسطاء مثل تيدي جرينلاين وهو فرع من مصرفي تورونتو دومينيون او من ديسنات وهو فرع من القرد الشعبي وكما اعطت بريكس للمساهمين الجدد فقد اعطت اكثر للذين اشتروا حين كانت ما زالت في طور سهم القرش لكن طبيعة الانسان لا تتغير ولا يعرف المرء اين يتوقف ما هي افضل خطوة نشتري وننتظر ام نبيع ونحتفظ بالمال انه قرار صعب لكن ماذا لو كان قرارك هو القاطب في خريف ستة وتسعين وصلت قيمة بريكس في الاسواق الى ستة ملايين دولار ولم يصدق الذين استثمروا قروشهم مقدار ثروتهم الحالية لكنهم لم يروا المشاكل في الافق كما يخبرنا المهندس الجيولوجي بيرجون لفلر حين بدأت بريكس بالعمل كنت اعيش خارج كندا وما لفت انتباهي في ذلك هو اتصال ناسبي للسؤال اذا كانت بريكس تساوي قيمة حققية وقد ادهشني ذلك نظرت في الانترنت الذي كان قد بدأ يظهر في ذلك الحين ورأيت كل الاسهم والاسعار ظاهرة والعينات والدراسة وكل المعلومات ميزة اخرى في قضية بريكس هي ان شخصا واسمه ديفيد وولش استطاع استخدام الانترنت كوسيلة للدعاية لشركته واخبار مئات بل الاف وعشرات الالاف من الناس عن كل ما يجري من امور رائعة في اندونيسيا مما ولد اكثر الاتصالات اثارة في موضوع بريكس واندونيسيا على الانترنت باقي المستثمرون الصغار يعتمدون على التقارير التي يصدرها المحللون فيما اعلنت لفلان ان قيمة منجم الذهب وصلت الى 46 مليون انصة حين بدأت اجمع الارقام لاحظت ان امرين لم يذكرا في التقارير التي قرأت ويجب ان يذهب المرء الى الموقع ويجمع المعلومات ولم افعل ذلك لكن من خلال التقارير وجدت ان هناك خطبا ما في الارقام فقد كان هناك فرق في الترقيم للذهب وكان فرقا رهيبا جدا فترقيم عينات الذهب عادة ما يكون مختلفا في كل عينة هل كان هناك خطب ما في الموقع؟ هل جاءت النتائج غير ما كانت متوقعة؟ وماذا يفعل وولش في مكتبه في كالغوري؟ هل كان يحتفظ بالمعلومات عن منجم الذهب لنفسه؟ ام ماذا؟ الجميع كان يتساءل عما سيحصل بعد ذلك فالامر ان كان صحيحا يعني ان الامر يتعلق باكبر منجم للذهب في العالم وان كنت راشدا يجب ان نشترك بالامر وبدأت بارك تقوم باقصى جهدها للتوصل الى عائلة الطاغية والجميع يفعل الشيء نفسه عبر وسطاء واصدقاء في آب عام 96 هدد سوهارتو رئيس اندونيسيا في ذلك الوقت بسحب رخصة بريكس للتنقيب لكن بما ان الشركة لم تصدر اي بيان في الموضوع بقي المستثمرون الصغار سعيدين بوضعهم في تلك الفترة حين رأوا المشاكل في الاثق قام وولش وشركاؤه ببيع بعض اسهم بقيمة 35 مليون دولار واعلنت صحيفة جلوبال ميل هذا الخبر كان فيلر هاوس شخصا عدائيا جدا وكان ذا طبع شرس وكان يصعب عليه قول الحقيقة على ما اظن وكنت قد علمت بما يدور في اندونيسيا وحين سألته عن ذلك قال انهم اعلنوا موقفهم في الصحف ولم يكن ذلك صحيحا بل جاء الاعلان من جلوبال ميل وليس من بريكس ثم جاء خبر من بورنيو في اندونيسيا انهم لم يكونوا ينبكون الارض اي انه حتى ولو كان لديهم اذن بالتنقيب فلم يكن الموقع ملكهم وقد شكل هذا مشكلة في السوق لم يسمع العموم بالخبر حتى تشين الاول من عام 96 لكن لماذا تردد الرئيس هارتو في تجديد العقد لبريكس هل كان يريد ادخال لاعبين جدد الى اللعبة وعندها بدأ المساهمون يلعبون اوراقهم من اجل الحصول على جزء من بوسانج قامت باريكولد بابرام شراكة مع مؤسسة تملكها ابنة سوهارتو بينما كان والش يشارك ابن الرئيس في اندونيسيا يبقى مصير احد اكبر مناجم الذهب في العالم غير معروف ولم تستطع الشركتان المتنافستان الكنديتان باريكولد في تورونتو وبريكس في كالغاري على الاتفاق على بعض الامور القانونية وكانت الحكومة الاندونيسية التي تريد ان ترى المنجم يعمل بشكل جيد كانت قد اعطت الشركتين فرصة للاتفاق حتى اليوم توقفت كل جهود الفريقين وجاء قرار سوهارتو مدهشا للجميع لاحظت طاغية ان هذا كله سيضر ببلده وقرر ايقاف كل ذلك خسرت بريكس نصف بوسانج بدون تعويض وتبخر مليون دولار قام سوهارتو باحضار صديقه بوب هوسن التاجر الكبير في اسواق البورصة للتواصل الى حل هذا الرجل صديق حميم لجيم بوب مافن المدير الاداري لشركة فيبورت في لويزيانا وهو ايضا يدير اوسع منجم للذهب في اندونيسيا لذلك فهو يعرف العائلة والطاغية والمصلحة وطريقة التعامل هناك جيم بوب مافن رجل فاحش الثراء لكن الاكثر من ذلك فهو مدير فريبورت ماكمورن في لويزيانا وهو ايضا يدير اوسع منجم للذهب في اندونيسيا اصر ان تأتي فريبورت ماكمورن وتبوت الامر بالنسبة للوضع في بوسانج وحينها اقيمت اخر اتفاقية بين هذه الشركة وبرياكس والحكومة الاندونيسية قبل ان ينتهي الامر تماما جدال حول اكتشاف برياكس لا يمكن ان يكون الوضع افضل من ذلك لكن فجأة بدأت الاشاعة تدخل فقد بدأت جلوبل تسأل عن حقوق برياكس في التنقيب ثانيا بدأ الناس يسألون حول الطرق المتبعة لتقييم هذه الكميات الكبرى صحيح ان في كنون الاول من عام ستة وتسعين ترحت بعض الاسئلة عن تقييم عينات الذهب المستخرجة من المنجم وبعد شهر هب حريق غامض ودمر مختبر مايكل دي كوزمن فحول جميع ملفات الجيولوجي عن المنجم الى رماد والبعض اقترح انه امر مناسب جدا لكن رغم الشائعات لم يتزحزح سعر برياكس ابدا في البورصة بل بالعكس فقد دخل في بورصة تي اس اي ثلاثمائة المرموقة فقط بعد ثمانية اشهر من دخوله بورصة تورونتو رغم المهل المطلوبة قانونيا وهي سنة كاملة والان بدأت فريبورت ماك موران الشركة التي فرضها سوهارتو تقوم بواجبها وسمي جيم بوب موفن رئيسا على برياكس في اندونيسيا فهو رجل ذكي وله خبرة كبيرة في التنقيب في استراليا وماذا يفعل؟ يحضر معداته الخاصة ويبدأ بالحفر والتنقيب قرب المكان الذي يفترض ان ينقب فيه عمال برياكس في اندونيسيا وبدأ يستخدم مختبره الخاص ليتيقن من صحة النتائج وهذا مهم جدا بينما كانت حافرات فريبورت ماك موران تحفر في بوسانغ كانت الاحتفالات قائمة في هذه الجهة من المحيط الهادئ يجب ان يكون احتفالا ضخما هناك شخصان سيكرسان افضل المنقبين عن الذهب في كندا وهما فلدرهوف وولش لكن هذه الليلة ستحمل صدمة للجميع ففي سياق السهرة وصلت مكالمة هاتفية كان ذلك جيم بوب موفن يخبرهم ان نتائج ظهرت وانه ليس هناك افر للذهب في المنجم وطلب منهم التفسيرات صدر تقرير فريبورت ماك موران وهو يظهر انه ليس هناك ذهب او هناك القادل جدا منه ومن الواضح انه عندما اضطرت بري اكس الى نشر تقرير فريبورت كانت النتيجة كارثة على الاسهم التي انهرت وحين تنهار اسهم في البورصة هناك رأيان الاول بسيط ويقول ان هذه مناورة من فريبورت لتخفيض السعر والحصول على الشركة باقل مبلغ ممكن والثاني بسيط هذا المشروع فاشل بيع الاسهم وانسو الامر وقبل ان يفهموا معنى ما حصل شعر المستثمرون كبارا وصغارا بالرعب طلبت شهادة مايكل دي جوزمن في مثلة بري اكس للشهادة والتفسير وركب طائرة مروحية في التاسع عشر من اذار عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين لكن سقط منها وضع جسده في غابة بورنيو هرم نفسه من الطائرة ام رمي منها هذه الاسئلة بقيت بلا اجابة لكنها ما زالت تطرح في محيط القضية وتبقى الاراء مختلفة فيما حصل هناك اختلاف كبير في الاراء حول اذا كان دي جوزمن رمى نفسه ام اسكت من الطائرة فوق بوسانج وقد بدأت تظهر اخبار عن مؤامرات حاصلة تماما كما في حال الرئيس كندي لكنني لست رجلا يؤمن في المؤامرات ولا اظن ان حكومة اندونيسيا لها دخل في الموضوع ولا اظن انه دفع فقد كانت صحته سيئة كان مصابا بداء الكبد والمالاريا وقد اخبر شخصا قبل ايام انه لا يستطيع تحمل الالم اكثر يفترض ان سيد جوزمن توفي لا اظن ذلك الامر الثاني انه كان لديه اربع زوجات وكل منهن لا تعرف ان لها درة اخرى وكانت الزوجات الاربعة يعشنا بعيدا عنه في بلدين مختلفين حينها بدأت الامور تفضح اظن ان انتحار دي جوزمن لم يحصل ابدا فلم يستطيع ايجاد الجسد رغم معرفتهم اين وقع بالضبط وثالثا فقد كان مع فلدر هوف في بوسانج في اذار حين وصلت مكالمة هاتفية من شركة فريبورت مكمورن تخبره انها اصدرت تقريرها وانها لم تجد اي ذهب حيثما ادعا وطلبت منه الحضور حالا لكي يفسر ذلك دعوا انفسكم في مكانه صحة سيئة حياة اجتماعية غير معقولة وجوده وراء مؤامرة بمبلغ ستة بلايين دولار ويطلب منه ان يركب مروحية وحينها عليه ان يضطر الى تفسير كل ذلك في ذلك الوقت كان هناك جيولوجي شاب في بوسانج وكانت له نظرية ذهبنا الى جاكارتا بعد ان وجد ميتا وهناك رأينا الجثمان واقفت مثل زملائي من الجيولوجيين في جاكارتا امام الناعش المغلق اظنها كانت تلك هي العادات في جاكارتا لم يفتح الناعش ابدا ولم اشاهد جثة دي جوزمان فعلا لكن اظن انه توفي الا ان التشريح الذي اجري على الجثة التي وجدت في الادغال بعد اسبوع من الهادثة ودفنات لم تكن جثة دي جوزمان لقد بدلوا الجثمان وقد رأاه بعض الاشخاص هاربا ومعه ملايين الدولارات قبل قفزه من المروحية ترك ساعته على المقال وهذا تصدق غريب الا ان لا احد يعرف ماذا حصل لمايكل دي جوزمان فموته اثار الكثير من الجدل وبعد ان قامت بتحقيقاتها قررت شرطة موريال الملكية ان الجثة التي وجدت ودفنت كانت جثة دي جوزمان حقا الا ان الامور كانت قد بدأت تأخذ منحا غريبا جدا اولا الحريق في مختبر دي جوزمان وانتحاره في الوقت نفسه الذي نشرت فيه في بورت تقريرها المدمن ودعونا لا ننسى عدد الاسهم التي باعها مدراء بريكس قبل ان تفقد قيمتها مباشرة هناك خطط في عالم الاموال الكندي فشركة بريكس التي تملك حق التوقف في اندونيسيا وجدت نفسها بدون مناجم ذهب اذ كنا لمصدق رأيه اخصائيا حر سقط سعر الاسهم بشكل ذريع مما ضرب سوق الصرف الكندي كانت اسهم بريكس قد تدهورت من 15 دولارا ونصف الى دولارين ونصف تقريبا وكان من المنتظر ان يحصل اي شيء اليوم في تورونتو بعد انبيع 7 ملايين سهم خلال 22 دقيقة ولم تتحمل الحواسيب هذه الضربة ولهذا السبب انتقلت الحركة في تورونتو الى موريال التي لم تشهد غط يوم عمل كهذا حي او ميت وضع دي جوزمين بريكس في حمام ساخن لكن فيلدر هوف اصر ان مناجم بوسانج تحتوي على الذهب في 26 من اذار اصدرت الشركة المالية نسبت بيرنز تقريرا تنصح فيه بالاستمرار في شراء اسهم بريكس لكن بعد بضعة ايام نشرت لغالا ان منجم بوسانج للذهب قد يكون اقل مما تدر من قبل فقدت اسهم شركة كالباري 86% من قيمتها خلال يومين اي منذ اعلن ان الذهب الموجود في المنجم قد قدر اكثر مما هو علي وساء الذهول فيما بدأ الناس يحاولون فهم ماذا حصل فيما سمي الان فضيحة بريكس هل كان هناك تلاعب في العينات كيف اذا حصلت هذه المعجزة الامر بسيط جدا احدهم وضع القليل من الذهب على المعادن التي ذهبت الى المختبر والذي فحص العينة ما كان بوسعه الا ايجاد الذهب بعد ان رش عليها الرش هو الطريقة المتبعة دائما وهذا ما حصل في ساماريندا حين وصلت اجياس العينات وكانت من البوليستر ومغفلة وقد قام ديغوزمن حينها بفتحها للنظر اليها هذا ما فعله في الحقيقة حين رأيت في ساماريندا الاكياس مفتوحة على الارض بدلي ان هناك خطبا ما كان بعض الاشخاص قد بدأوا يسألون ما الذي يجري هنا كان سكان هذه المنطقة الاصليون قبل ذلك يلتقطون قطع الذهب من ارضهم وتبين فيما بعد ان هؤلاء الاشخاص نفسهم الذين رشوا الذهب كانوا قد اشتروا ذهبا بقيمة واحد وعشرين الف دولار من السكان الاصليين ووضعوه في الاكياس اذا باستثمار قدره واحد وعشرون الف دولار حصلوا على قيمة ستة بليون دولار بعد ذلك تمكن رجال الشرطة الذين ارسلتهم شرطة موريال الملكية من التعرف على السكان الاصليين الذين باعوا الذهب النهري الى دي جوزمن ذهب النهر مختلف بعد الشيء فهو اقصى بقليل لكنه رش على المعادن بطريقة مدروسة وحديثة ما سبب حصول هذا الالتباس وبعد ان اثير اهتمامه ذهب الجيولوجي الشاب للتحدث الى رئيسه حين ذهبنا الى سانتا ماريندا ورأينا الاكياس مفتوحة على الارض اتصلنا بسيزر بوس بوس رئيسنا واخبرناه بالامر وقال لنا انه لا يحق لهم ان يفتحوا الاكياس وانه سوف يتحقق من الامر في الجامعة لا يعلموننا هذا الشيء بل عندما نصل الى الهدف نضعه في الاكياس ونرسله الى المختبر وكنا قد شككنا انه بما اننا في بلد غريب قد تكون تلك هي العادات هنا الا اننا اتصلنا بجري مكدونالد لارسال رسالة الى المكتب الرئيسي كان قد حان الوقت لفتح تحقيق فالمساهمون الصغار كانوا قد خسروا الكثير انا مستثمر صغير وهبوط سعر برييكس جعلني اخسر مائة وعشرة الاف دولار في الاملاك غير المنقولة وخمسة وثمانين الفا مقدا اذا فان شركة برييكس سببت افلاسي اعلم ان العديد من المساهمين خسروا اموالا طائلة ارباب عائلات كانوا يتصلون لسا فقط لالقاء اللوم على الصحافة بل للسؤال عما يجري حقا وكنا نسمع بكاء اطفال في الخلف كان هناك حوالى 24 انتحارا من المستثمرين الذين وقعوا ضحية الامر لم تكن الدراما الناتج عن الذهب جديد ظاهرة الرقد نحو الذهب ليست مفهومة حقا لكنها تظهر في حالات الركود الاقتصادي فقد ظهرت مثلا خلال الفطور الاقتصادي الذي حصل في شمال كندا كذلك في كلوندايك في بداية القرن حيث فقد الناس عقولهم كانت تلك طريقهم الى النجاة وهذا هو سر الذهب الكبير انها حمى فالناس يشعرون انه اذا زال كل شيء يفقى الذهب على قيمته اكانت نفسية ام متوارثة فالذهب لا يحمل الا القيمة التي نعطيه اياها والان ماذا عمل المستثمرون الصغار في مواجهة الشركات الكبرى بعد ان خسروا كل شيء اتفق الجميع ان نصيحة بريكس كانت احتيالا مدبرا على صعيد مرتفع جدا ومساء امس جاءت الضربة القاضية على بريكس من ستراتكونا وهي شركة خاصة استخدمتها بريكس قامت ستراتكونا بدراسة العينات والنتيجة لا ذهب ودرست ايضا العينات التي احضرتها بريكس انها تحتوي على الذهب لكنه غير صادر عن الموقع الاندونيسي وتابعت ستراتكونا اجريت هذه العملية على صعيد واسع جدا وبدقة على فترة من الوقت تثبت ان هذا التزوير ليس له سابقة في تاريخ التنقيب بعد ان اثبت هذا الحدث جاء السؤال من هم الضحايا كم عددهم وما هي خياراتهم ايضا اختير المحامي ميشيل بيلونجي للدفاع عن مصالحهم رافعت عن الضحايا في القضية المشتركة التي رفعت دابريكس والافريقاء الاخرين مثل نسبت بيرنز وليفاك بوبيان واس ان سي لافلا التي قامت بالتحليل في ذلك الوقت انهارت السماء حين علم ان اسهم بريكس قد انخفضت من 26 دولارا الى اقل من 3 دولارات وعلمت حينها انني افلاست وايقنت ان شركة اس ان سي لافلا كانت متفقة مع بريكس واننا نحن المستثمرون الصغار واقعنا ضحيتها لن تضلي الشركات باسماء زبائنها لكن من حجم الاستثمارات التي كشفت هنا في كيبك وباقي كندا يمكن تقدير ان المجموعة كانت كبيرة جدا بالنسبة الي كان الامر يتعلق باس ان سي لافلا كيلبورن وهي شركتها التي قدرت المنجم ونشرت في الصحف بواسطة بريكس ان ذهبا بقيمة كذا قد وجد نشرت في الصحف بواسطة بريكس ان الذهب اولا بقيمة ثلاثون مليون انصة ذهب ثم اثنان واربعون مليون ثم خمسون مليون انصة ذهب وكانت شركات كيلبورن واس ان سي تساندها فصدقناها قامت الشركة بسحب العينات وتحليلها ثم اتى الوسطاء الماليون الى الساحة ونصح الناس بالشراء وحين تطلبهم الى منصة الشهادة عليهم ان يقرأوا اين بدأ دورهم واين انتهى واذا ارادوا ان يتهربوا من اي مسئولية قد يتهمون طرفا اخر طبعا لم يكن هناك اي اجراء ضد دي جوزمن لكن ماذا عن الكندي ديفيد وولش هذا رأيي عن الموضوع اولا ديفيد وولش كان يعمل من كندا مستقلا عما يجري في اندونيسيا كان في كالجوري لم يذهب الى اندونيسيا طوال الوقت ورأيي انه صدق ما اراد ان يصدق وكل ما رأاه كونه مفلس سابق هو المال المتضفق والاسعار المرتفعة ولم يتساءل عن السبب فقط لقد استفاد من الوضع وماذا عن شريكه جون فيلدر هوف اما بالنسبة لجون فيلدر هوف فاذا لم يكن يعلم كونه اخصائي علم ارد كان عليه ان يعلم وهو المسؤول عن التقديرات وعن دراسة العينات وعن القيمة التي حددت ووصلت حينها الى 200 مليون انصة من الذهب في المنجم وثانيا اخذ عشرات ملايين الدولارات من بريكس واظن انه يجب ان يحاكم من اجل كل ذلك بينما كان الجميع مشغولين في الاتفاق على من سيتحمل المسؤولية كانت امور كثيرة تجري في بريكس اولا اثبت افلاس الشركة وغادرها وولش اما فيلدر هوف فقد اصر على براءته ورفض مغادرة الفيلة التي يملكها في جزر الكايمين وفي النهاية تدخل القدر وفي الخامس من حزيران عام 98 توفي وولش من ازمة قلبية في جزر البهامس حيث انتقل قبل ان يستقيل واذا كنت من الناس الذين يقولون يا لحظ السيء لانني لم استثمر شيئا ففي الحقيقة انك استثمرت من خلال صندوق المشترك كان هناك العديد من اصحاب الملايين الذين حصلوا عليها من خلال بريكس انهم مستثمرون عاديون ليس لهم علاقة بالمؤامرة اشتروا الاسهم ثم باعوها لصندوق مشتركة او صندوق المعلمين في تورونتو لانها كانت قد اصبحت شركة مهمة من الشركات الثلاثمئة الاكثر شهرة ولذلك اصبحت المؤسسات هي غالبية المساهمين ولذلك فان الدعوة الضعيفة التي شنتها القوى العاملة لم تثمر على الاطلاق كان هناك سببان ادياء الى اسقاط الدعوة في كيبك الاولى محضو قانونية فقد كان هناك عدة دعوة مشابهة في الضواحل وقد ذهبت انتاريو الى المحكمة قبل كيبك ورفضت الدعوة من قبل القاضي لانها ضد افراد مهمين منهم شركات الوساطة المالية بدأت الشرطة تحقيقا مبدئيا ثم قالت انه طويل جدا ومكلف ولن يقوم به ولم يحصل رجال الشرطة على المتهم ولن يذهب احد الى السجن وهذا هو الاحتيال الحقيقي لم يكن هناك ما يفعله الاخصائيون سوى العودة الى ضمائرهم انه درس مهم لنا نحن الصحافة فنحن جيدون اذا كانت مصادرنا جيدة فهذه قاعدة عنا في الصحافة ولعلنا كنا انوز ملائي ضعفاء في التقدير لكن في حال الاحتيال اذا كان من السهل اكتشافه فلن يحصل احتيال ابدا هناك امل واحد لاصحاب الاسهم تضييق الخنادق على طوانين الاستثمار اليوم هناك قوانين اقصى مثلا اذا كان هناك كلام عن ثمانين مليون انصة من الذهب يجب ان تكون هناك اجراءات للتأكد من هذه الكمية في الصابق لم تكن هناك اي من هذه الاجراءات اليوم لقد اتبعوا هذه الاجراءات تضطيق العينات طريقة استخراجها ودراستها اقصى من قبل وهذا جيد ثم اضيف ان اصحاب الشركات يجب ان يقدموا سيرتهم الخاصة ايضا هذا ما عليهم فعله طبعا من الافضل ان تعرف مع من تتعامل رغم انني تعاملت مع ديفيد وولش لمدة سنوات لا اظن انني وثقت به ابدا ولا اظن انني وثقت بطريقة تعامله وابرامه الاتفاقات وطبعا لم اثق بمشروعه هذا لسوء الحظ في ذلك الوقت لم يكن المساهمون الصغار مثل باسكال لوبيان يعرفون وولش كما عرفه روبير لافلام ذهبنا الى محام حين علمنا اننا اثلسنا وقادنا بالتالي الى بيع المنزل وبيع السيارة وبيع قطعة الارض التي املكها وبيع كل ما كان له قيمة فعلية كنت محظوظا لان زوجتي واولادي ساندوني وانا لكانت كارثة الا اننا نجونا من الموضوع بالتعاون مع العائلة لم تنتهي بريكس من الصدور على صفحات الصحائف والتحقيقات فقد اقامت محكمة انتاريو الكبرى مقابلات حول الموضوع وفي الوقت نفسه كتبت صحيفة من ريال ان فلدر هوف متهم بالتهريب لانه باع 35 مليون دولار من اسهم بريكس حين كانت لديه معلومات خاصة وهذه الامور كانت واضحة للغاية ويمكن ايضا ان نتهمه في غيابه فالتقص رائع هناك على شواطئ جزر الكايمن لا يستطيع فلدر هوف ترك جزر الكايمن والعودة الى الديار فهذا نوع من السجن هذا ليس ليرفع من معنويات الذين خسروا كل شيء في هذه العملية ويعلمون الان انه لا يجب ان تضع كل بيضك في السلة نفسها حتى ولو كانت من ذهب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة